بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم في فيده النهاردة ان شاء الله عن فيلم البحث عن فضيحة الجزء الثاني بطولة الفنان الكبير عاد الإمام وسمير صبري وأول ما نبتدي الكلام نصلي على النبي العدنان سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ونبتدي في سرد وتفاصيل وأحداث وملخص الجزء الثاني من بحث عن فضيحة وطبعا سامي اللي هو يبقى سمير صبري بعد ما تجوز من مسعدة اللي هي تبقى بنت المعلم أبو سريع طبعا كان متجوزها غصب عنه فلما أتجوزها في يوم من الأيام سامي في منتصف الليل كان عنده دور برد شديد جدا فكانت درجة الحرارة عنده مرتفعة جدا فطبعا كان أغمى عليه فطبعا مسعدة فضلت تعمل لي كما دات على راسه الغاية لما درجة الحرارة انخفضت عنده ففضلت مسعدة لغاية الصبح وهي تعمل لي كما دات وكانت صاحية فطبعا سامي لما شاف الموقف ده بدأت من ناحيته ناحية عاطفية تجاه مسعدة مراته فبدأ يحبها لأنها كانت بتحبه جدا بفعلا وكانت بتوفي لي كل مصادر سعادته فطبعا حبها سامي وأنجب منها ولد وسماه يوسف وطبعا بدأت حياته حياة سعيدة هو ومراته مسعدة فبالرغم انه هو متجوزها غصبة عنه الا انها هي اكبرت انه يحبها وفعلا كانت بتحبه وهو كان بيبادلها نفس المشاعر ونفس الشعور حتى مجدي صاحب اللي هو يبقى عاد الامام هو ومراته حنان استعجبه بانهم ازاي وصلوا لدرجة الحب دي كلها رغم انهم كانوا متجوزين غصبة رغم ان سامي كان متجوزها غصبة عنها يعني سامي كانش راضي بيها اصلا في الاول ومجدي هو ومراته حنان كانوا بيعانوا مشكلة عدم الانجاب فطبعا كانوا بيروح كل شهر وكل اسبوع عند دكتور شكله لون وكانوا بيعملوا برضو عملية حقني مجهري وبردو مكان مفيش نتيجة وطبعا الموضوع ده سبب مشكلة كبيرة عندي مجدي لانه مجدي كان نفسه في ولد فطبعا لما راهوا عنده الدكتور اكتشفوا انه العيب فحنان فحنان قالت لي مجدي بانه يتجوز فطبعا رفض مجدي بانه يتجوز وقال ان شاء الله نصبر وتتعالقي وان شاء الله تخلفك فطبعا كانوا بيفضلوا كل يوم يجروا على الدكتور شكله لون وطبعا الموضوع ده كان بالنسبة للمجدي كان مكلف جدا ولكن والد حنان كان بيساعد مجدي في المصاريف اللي بتصرفها بنته في الدكتور وفي يوم من الايام المعلم ابو سريع اللي هو يبقى والد مسعدة مراد سامي في يوم من الايام حصلت ما بينه في البلد اللي هو اللي عايش فيها في اللارياف حصلت ما بينه و بينه تسمى عيلة وهدان حصلت مشكلة كبيرة ما بينهم على قطعة ارض والمشكلة دي ادت الى عيلة وهدان ضربت ابو سريع بالنار فطبعا مسعدة اول ما عرفت بانه ابوها تضرب بالنار طبعا راحت جابت اشتريت مسدس اشتريت بندوية الية و ضربت بيها عيلة وهدان و وقعت منيهم اثنين ولكن الحكومة قبضت عليها فطبعا المحكمة الجنائية حولت اوراقها الى فضيلة المفتي وتم اعدام مسعدة وطبعا جوزها سامي كان حزين عليها جدا لانه تركت لي ولده يوسف وهو كان بيحبها جدا وعيلة وهدان في يوم من الايام خطفوا يوسف ابن سامي علشان ينتقموا من اللي عملته امه وقتلوا يوسف ابن سامي وسامي طبعا جنق نونه وقررت ينتقم من عيلة وهدان وهو ورايح ينتقم منيهم بالسلاح بدل ما اول ما ضرب عليهم نار هم ضربوا علي كمان والاسف الشديد سامي اتصاب طلقه في صدره وطبعا لما جات على ربيط الازعاف والحكومة نقلت على المستشفى وفي المستشفى مجدي راح يزوره هو وحنان في خلال انفاس حياته في خلال انفاس حياته الاخيرة سامي وصى مجدي بانه يخلي باله بانه يجيزوره كل فترة وانه يدعيله بالرحمة فطبعا مات سامي ومجدي صاحبه زهل عليها جدا وبعد ما دفنوه طبعا مجدي كان كل يوم يروح يزوره ويقرأ ليه قرآن على قبره وبعد مرور سنتين مجدي يقس وفقد الامل بانه مراته حنان تولد فقرر انه ياخد بنصحتها ويتجوز عليها فطبعا كانت موافقة حنان وطبعا هي اختارت ليه عروسة واتجوزها مجدي فمجدي بدأ يحب العروسة اللي اختارتها زوجته حنان ولكن طبعا حنان بدأ التغيير من مرات سامي التانية من مرات مجدي التانية اللي هي طبعا تبقى اسمها اميرة فطبعا اميرة بعد فترة من الجواز اكتشفت نفسها حامل وولدت وجابت ولد فطبعا الولد ده مجدي سماه على اسم صاحبه الراحل المخلص سامي فطبعا حنان لما شابت اميرة مرات مجدي التانية خلفت وجابت ولد ولد بدأ التغيير وبدأت المشاكل تزيد في البيت وكان كل يوم مشكلة شكله لون لدرجة ان مجدي ما كانش طايق يروح البيت بالسبب المشاكل اللي بتحصل ما بين مراته حنان ومراته اميرة وطبعا في يوم من الايام اكتشفت نفسها حامل حنان بعد كل السنين دي وطبعا الخبر ده فرح مجدي فطبعا لما اكتشفت نفسها حامل وولدت وجابت بنت حنان طلبت من مجدي بانه يطلق مراته اميرة لانها هم بيخلف دلوقتي فطبعا قال لها زاي حطلقها وانا معايا منها ولد فطبعا زعلت منه حنان وطلبت منه الطلاق فطبعا هو رفض انه يطلقها وقال ان شاء الله مش هطلقك لاننا مش ما عنديش استعداد اني اسيبك طبعا طلبت منه بانه يسيب مراته اميرة فطبعا قال انا مش حقدر اسيبه علشان ولدي وفي يوم من الايام بسبب ماس كهربي بسبب ماس كهرباء في البيت في الشقة اللي هم عايشين فيها كلهم قامت حريقة حريقة كبيرة جوي فطبعا مجدي قدر انه يطلق من الشقة هو ومراته اميرة ولكن حنان كانت لسه في الاوضة وكان الباب لسه مولع نار فطبعا اللي انقذ حياتها هو اميرة رغم منه هي كانت ما بينهم مشاكل وخلافات لكن لما جات عند الموت انقذت حياتها فطبعا في المستشفى لما انقذت حياتها لما فاقت حنان بدأت تشكر اميرة وطلبت منها كمان انها تسمحها في كل اللي عملته معاها فطبعا مجدي بدأ يجيب حاجات بدأ اللي اتحرقت وبدأ يعمل يعاد الترميم لشكته لغاية لما رجحها جديدة زي ما كانت وعاش هو ومراته اميرة وحنان وطبعا المرة دي كانوا بيبادلوا بعض كون لهم بالحب لان لهم ما كانش في بينهم مشاكل ولا اي خلافات ومن هنا تقول نهاية الجزء الثاني من الفيلم البحث عن فضيحة قطولة الفنان الكبير عدل امام سمير صبري اتمنى بان احداث وتفاصيل الفيلم تكون للاعجابكم اعزائي المشاهدين عزيز المشاهد لا تنسان بالاشتراك في القناة وعمل لايك لتدعي منه وتفعيل زر الجرس ليصل لكل ما هو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته